اشتركوا في القناة نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق التاسع لهذا الموسم الذي اقيم على كؤوس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وكأسي نجلي سموه سمو الشيخ فيصل بن خالد آل خليفة وسمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة بالاضافة الى كأس العيد الوطني المقدم من وزارة شؤون الاعلام كما حضر سباق سمو الشيخ فيصل بن خالد آل خليفة وسمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وعدد من أصحاب السمو وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام وممثل الجهات الرعية لسباق وجمهور كبير من محبي رياضة سباق الخيل وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن الاعتزاز والحرص على مواصلة الاهتمام بدعم الجهود المبذولة للارتقاء برياضة الفروسية وسباق الخيل وذلك تماشيا مع الرعاية والتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واهتمامي ومتابعة صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وهو ما يشكل دافعا كبيرا في تطور هذه الرياضة العريقة وكفة الرياضات الموروث الشعبي التي تجسد التاريخ الأصيل لمملكتنا الغالية وأكد سموه أن الرؤى والدور البارز لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس النجس الأعلى للشباب والرياضة ساهم في تحقيق نجاحات متميزة لمملكة البحرين على المستوى الدولي في مختلف الرياضات ومنها الفروسية وسباقات الخيل مشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العليا لنادي راشد لفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة في تطوير رياضة سباق الخيل نحو أفضل المستويات وكذلك التنظيم والنجاح المتميز لسباق الجولة الأولى من بطولة البحرين الدولية لسباق الخيل ليضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها نادي راشد في استضافة وتنظيم سباقات الخيل الدولية ما يعكس الصورة النموذجية المشرفة لمملكة البحرين وقدرتها على تنظيم مختلف البطولات الرياضية الدولية التي تساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية مشيرا سموه إلى المكاسب العديدة التي تحققها استضافة مثل هذه البطولات في دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال الاستثمار في صناعة الأحداث الرياضية الدولية سعيا لتنويع مصادر عجلة الاقتصاد الوطني كما أشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالمشاركات المتميزة من مختلف الاستبلات المشاركة في منافسات أشواط السباق والمستويات العالية التي ظهر بها المشاركون مهني أن سموه الملاكة والمدربين والفرسان الفائزين بالمراكز الأولى في السباق وقام سموه بتتويج الفائزين بكأس سموه للشوط السابع إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وكأس سموه للشوط السادس إلى سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة فيما قام سمو الشيخ فيصل بن خالد آل خليفة بتقديم كأس سموه للشوط الأول إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وكأس سموه للشوط الخامس إلى المضمر الفائز هشام الحداد ثم قدم سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة كأس سموه إلى المضمر الفائز هشام الحداد فيما تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة كأس العيد الوطني من سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام بعد فوز جواد سموه ريكافريران بالمركز الأول في الشوط الثامن كما قدم ممثل الجهة الرعية كأس المنامة إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة وكأس المحرق إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد آل خليفة كما قدم هدايا للمضمرين والفرسان الفائزين بالمركز الأول في الشوطين الثالث والرابع ضمن بطولة البحرين الدولية الأولى لسباق الخيلة كما شهد السباق انطلاق سلسلة أشواط سباقات بطولة البحرين الدولية الأولى لسباق الخيل والتي تشتبل على عشرة أشواط ستقام بصورة متفرقة خلال سباقات الموسم الجاري وذلك بمشاركة ملاكة ومدربين وجياد من مختلف الإصطابلات العالمية بجانب مجموعة من الإصطابلات البحرينية حيث أقيم الشوط الثالث على كأس المنامة واستطاعت جياد مملكة البحرين تحقيق المراكز الأربعة الأولى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة